بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنبدأ مع بعض في لسن جديد هنتكلم فيه على الوريكل سبلاي الباكتش اه دي الرودمات بتاعتنا احنا اولادي في يونيت فور في شابتة 16 قربنا الحمدلله نخلص الكورس البيل اه طيب احنا هنا في الكورس ده بنتكلم على ايه بنتكلم على oracle supplied package اللي هي اولادي مجموعة package يعني provided by oracle يعني هي are provided with oracle server مش انت اللي بتعملها وانت اساسا حاول ما تعملش عملية modify فيها تماما لان اي modify فيها في الغالي بها تدي معاك يا روح طب الوريكل supplied package جديد تعمل ايه بتديك بعض الفيتشارين انت ما كنتش تقدر تعملها يعني بالكود العادي انت مش تقدر تعملها ادوات يعني السابلايز بقت جديد مجموعة ادوات oracle بتدهلك عشان تقدر تعمل بيها حاجات انت مبتشتش تعرف تتصرف فيها يعني على صبيب المثال انا محتاج مثلا انا اعمل عملية read و write على ال operating system على file او folder mat عندي على ال operating system على المachine بتاعتي او على الشغال على السيرفر فاعيز location mat folder mat ابتدي اريد منه او write فيه ما كنتش هقدر اعملها بس باستخدام supply package هقدر اعملها فبيقول هنا expand the functionality بتديك functionality تقدر تعملها كتير على ال database بتprovide PL SQL access to SQL statement فهي فكرة supply package ادوات oracle ميديها لك علشان تقدر تمانيج بيها شغل ال development بتاعك طيب امثلة لل supply package هي اكتر من كده بكتير طبعا هم مش هما دول طعم بس هنا بيديك الاشهر فيهم فبيقول لك الاشهر فيهم عندي dbms underscore output دي طبعا احنا شوفناها output.line لما عجينا عملنا عملية الطباعة في غيرها بقى بيديك نشوفها دلوقتي ان شاء الله عندي حاجة اسمها htl file htl file بنيبتدي اتعامل بيها مع ال input output لو انا عايز اريد حاجة او write حاجة عندي على ال operating system بتعم عايز اريد من file او write على file فبقدر او append حتى اعمل عملية تعليل فيه htl mail لو انا عايز ابعت mail يعني عايز من خلال procedure ما او package ما ابتدي ابعت من خلالها send mail ل data بس لها طبعا شوية configuration كده هنبتدي يعني ناخد طريف عنها dbms or put alert لو عايز تطلع alert او رسائل تحذرية في موعد ما او حسب eventات look لو انت عايز تلك session وdbms or put session برضه تخص session application info http لو انت عايز تجنريت من تطلع جملة مثلا سيلكتاية على هاية html وتبطي ترفقها مع اي web application فاوريدي هو database هتبطي تطلع ال data دي على هاية html data بحيث ان انت تقدر تعرضها على اي browser dms underscore schedule دي برضك package من supply package تعالى كده نتكلم على العناصر احنا قريدي يعني هنشتغى عليها dbms or put line والutil file والutil mail تعالى كده اول حاجة بكده يكلم معي على الutil على dbms or put package الاول put package دي فيها حاجتين مهمين جدا فيه function اسمها put ودي بتبط line على الميموري عندي تعم وبعد كده اقدر يعني تنزل في line line طبعها وهتشوف يعني مثلا صغير قوي على على الجزئي دي دلوقتي طب دي put put line بتبط line في في البوفر وتسيب سطر بحيث ان انت تبطي تنزل السطر اللي بعديه تبطي تحط line جديد يعني put لو انت حت استخدمت put فاكتر من take size تبطي تعملهم مثلا عملية طبعه او حاجة او دخلهم في الميمور عشان تطبخهم بعد كده في البوفر عشان تطبخهم بعد كده بيلزقهم كلهم جمع بعض او بيحطهم كلهم جمع بعض بحيث ان هو ما بيقاش فيه سطر فاضي فاضي لكن put line بيسيب ايه بيسيب سطر جديد طبع عندي حاجة اسمها get line وget lines get line بتعمل العكس put بتدخل حاجة في البوفر get بتقر حاجة سطر من البوفر طبع انت عايزت get line واحد بس ولا get lines ولا get تريد اكتر من line من البوفر طبعا هنشوف امثالة عملية بحيث ان ايه الدنيا تبقى يعني اكسر وضوحة يعني طب تعال نشوف كده مثال عملي بسيط اهو ده مثال عملي بسيط قوي ست سيرفر او بطعا كالعادة وهنا عرفت variable حطيت في ID number حطيت في رقم واحد والتاني name محمد والvariable التالت من النوع دي تخطيت في اسزداتي استخدمت هنا جوه البيجين قلت له dbms.out.put id يعني حطني في الوفر في الميموري id وبعد كده dbms.put dash جنب ال id هتحط داش مها بوت بتحط على نفس السطر مش بتسيب سطر جديد داش وحطني جنبيها name وبعد كده الاخير هتحطني space وحطني higher date ودي bms.put.newline فانزل بقى واتبع الكلام ده كله وحطني line جديد. بصوا كده تعالى نشوف المثال. لو انا استخدمت دول كده بيقولي ان البروسيدور بتاع اه تم بنجاح. طب انا عايز اتبخهم بقى هي بقولوا dbms.newlines يعني اتبع الكلام ده على سطر جديد. لو جيت هنا عمل ترامب قال لي فعلا واحد وداش وجنبي محمد ومسافة وحطينا ايه التاريخ. يبقى دي كده فكرة الايه البوت يبقى البوت بتحط حاجة في البوفر وبالسطر ده dbms.newlines يبتدي يطبع الحاجة اللي موجودة جوه البوفر دي واضحة عندك زي ما احنا شايفين كده. تمام. طيب تعالى بقى نشوف امثالة تانية او تعالى اول ناخد جزء جديد وبقى نشوف ايه عليه امثالة تانية. نتكلم على اليوتل فايل. اليوتل فايل باكتج دي بتستخدم عشان اقدر اعمل شغل الانبوت او بوت. يعني ايه الانبوت او بوت? ابتدي من اعلى الاوبراتينج سيستم اشتغل شغل الاي او. ايه هو الاي او? ابتدي اقرأ اواريد من فايلات. تمام? انبوت او بوت. طبعا اول حاجة بيقول لي عليها انت قصن عشان تتعامل مع اي حاجة على الاوبراتينج سيستم فاكرين الاكسترنال فايل في السيكويل. لما قلت لك ان لازم يكون عندك حاجة اسمها دي في الاول بالضبط. يبقى لازم الاول يكون اول خطوة اذا عندك ايه? دايركتوري. عشان تقدر بعد كده تتعامل اه في الدايركتوري ده. اوريكا اللي يتعرف ان في مكان هيبقى فيه فايلات ليه اكسس على دايركتوري ما. ويبتدي يشتغل عليه. دي طبعا مجموعة كده بروسيدور موجودة ممكن تستخدمها زي از اوبن. زي اف اوبن فانشن. زي اف كولوز. يعني اف اوبن فانشن دي بتعمل عملية اوبن للفايل عشان اتمكن اصلا ان اقدر اتعمل معي وقت في حاجة. اف كولوز يعني بعد اما بخلص الريشورس ده بقفله عشان المموري تفضل عندي. طيب تعال كده نشوفها مثال عملية بدل ما يبقى الكلام هنا عندي ايه? شغل نظري. دي كده السايكل بيوضحها لو بيقولك اول حاجة انت بتعملها اف اوبن ده بتشوله على مكان الدياركتوري واسم الفايل وانت هتعمل الاكشن ايه? ريد ولا ريت. طب انت لو هترايت مثلا او هتريد خلينا في الاول في ريد. في ريد انت بتجت لاين بتبتدي بتجت لاين. بتجي بعد كده تعمل عمليات زي لوب كده بتتست بتيفليويت. هل في حاجة تاني هعمل لها ريد? اه لو في حاجة اسمها ريد اه 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 زي فول لوب او ايا كان طريقة اللوب اللي انك انت هتعملها. طول ما في حاجة هتبتدي تقرأ من البوفر لين تاني. يبقى ياخد لين لين موجود ويبتدي يعمل له عمليات ريد ويدخلوا عنده داخل السيستم. طيب بعد ما خلصتوا وكده ما بقاش في حاجة في الفايل تريدها اعمل كلوس عشان تحرر الريسورس. نفس الموضوع لو انت هتعمل عمليات ريد. ريد يبقى انت بتبتدي تكتب ايه? بتخرج من اثلا نقاتي جملة سيليكتاية او سطر ما. طيب? تبتدي تنزله. طب هل لسه في حاجة في البوفر جديدة? اه طول ما في حاجة في البوفر الجديدة هيفضل ويعمل عملية لوب لوب. لحد ما يخنص بيجي في الاخر الاف كلوس. تعم? الاف كلوس زي في ايه? الفايل نفس. تعال كده نشوف مثال على على الفكرة دي. دي طبعا بعض الاكسيبشن هاندلينج آآ انفاليد بوس. آآ انت بتعمل مع الفايل موجودة على ممكن في حالة اللي انت مثلا البوس بتاعه الديلكت ده انت مش حطه بشكل سليم. فالمفترض ان هو هيطلع ايرو. فانت هنا بتهاندل بعض الارو. او انفاليد مود او انفاليد ا اه فايل هاندل او انفاليد او 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 ريد ايرو او ريت ايرو. دي كلها عبارة عن. آآآ فكرة اكسيبشن هاندرينج تخص موضوع التعامل مع الفايلات. عندي فونشن اسمها is open. خلينا نشوفها في مثال عمري احسن. ده الامبال اللي موجود في الكتابة على فكرة خلينا نشوف بقى الامثالة بتاعتنا اللي احنا محضرينها. وبعد كده نبتدي اه نتعامل مع مع الماتيريال. والامثال اللي احنا محضرينها بصراحة يعني افضل يعني من الموضة. تمام هنا بيقولي دان القيز بيقولي زوريك الفضلين util file package is used to access text file in the operating system of database server. The database provides functionality through directory object to allow access specific operating system directory او طبعا. بالفعل الutil file. عرفنا الutil file دي. الباكج اللي اسمه الutil file بتمكنني لنا اعمل شغل الايو اللي هو الانبوت او تقريد او رايت من خلال الجزء دي. دي طبعا بقى حاجات يعني دي في التراكي الاتفال قوي. فكرة الجيسون والتعامل مع الجيسون. يعني هو بيدي بس مجرد مقدمة عن ان في حاجة اسمها الجيسون. فكرة الجيسون بس يعني مجرد مقدمة او مجرد انتو ردكشن لو انت عايز تتعامل مع مثلا تقرأ او او تسند data من application لapplication تاني او من database لapplication لdatabase تاني. عايز تقرأ حاجات من database تانية او من fileات تانية. ما بتستخدمش نفس يعني نفس 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 طريقة ال development او نفس طريقة البرمجة او نفس الاوامل اللي انت بتستخدمها على ال database. فمحتاج حاجة هومة محتاج كده يعني حد بيفهم اللغتين او حد بيفهم طريقة ما نعمليه transfer ال file لكل ال database بتفهمها او كل ال programming language بتعرف تفهم. طعم اللي هي فكرة حاجة اسمها ال web service. انا عارف ان الكلام ده ممكن يكون شوية متقدم على الليفل اللي احنا فيه. فهمتوا دلوقتي اوكي ما فهمتوش دلوقتي ولا تتحمل اي هم هيجينا وقت ان شاء الله نتكلم فيه مثلا لما تدخل في جزئية زي جزئية ال apics تفهم يعني ايه فكرة ال integration او فكرة ال web service بتعمل ايه. عايز زي بقول كده عندي application application او databases مختلفة عن بعضها وعايزة تدين مع بعضها ففي standard كده في ال json file او في ال xml طريقة ال xml تعمل كل ال application او كل اللغات البرمجة بتقدر اه تفهمها حاجة standard. تعم? فبنقدر نترانسفير ال data منها. هي دي فكرة ال json باختصار شديد يعني. تعم? اه ده كده زي يقول كده overview قوي يعني. اوكي? طيب. تعالا كده بعد نشوف الامثالة بتاعتنا عشان نفهم فكرة اليوت الفايل. وبعد كده نرجع نكمل بقية المتالية البتاعتنا. طيب. ده اول مثال عندي. المثال ده. عامل بروسيدور. البرسيدور ده كل فكرته انه هو آآ آآ بيتعامل. هنا عامل ال variable. ال variable ده والنوع util file. طيب. يبقى ده اولي عامل حاجة من استخدام آآ آآ طيب. طعم? وبعد كده بيقول لي هنا آآ 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 ايه ده? ال variable دها assign دي. ال directory اللي انا هتعمل معي. ال directory ده اسمه my there. الصور دي لسه مش created. فخلينا نقول نتريات ال directory ده. هو كده المثال في حاجة نقصه للأسف. انا عايز بس المثال اللي يكون فيه created directory اهو هو ده. طيب آآ خليني ال admin database اللي هو system. ال password دي كانت بتاعتك هات اس ويش. واقوله اوكي. هكريت ال directory ده ال directory عمضا. كان فيه directory قديم انا كنت اعمله. اسمه M بضاير. تعال انا هكريت ال directory جديد. ال directory الجديد اسمه آآ ده اسمه M بضاير انا كريت ال directory جديد اسمه ماي داير. هيجي هنا. اول خطوة بكريت ال directory كريت ال directory اسمه ماي داير واز بيشاور على مكان على السي في فولدر اسمه ماي فايرز. يبقى انا كده هروح اكريت دا على السي في الاول. او هدخل هنا على السي. وكريت الفولدر دا. new folder. وده اسم الفولدر. هايل او. فخلص انا قمت له فيه directory. ال directory دا بيشاور على الفولدر اللي موجود في السي. يبقى انا ما بتعملش يا جماعة بشكل مباشر على ايه? ما بتعملش مع الفولدر. انا بتعمل مع ال directory اللي هو بشابر على الباص دا. بالفعل لو جيت هنا اعملت اه ريفرش. لايت هنا المايد داير موجود. واقدر طبعا كنت اعمل الكلام دا كله. من هنا كريت ال directory بدلا لما استخدم الاوامر زي ما احنا شايفين. طيب. ال directory دا انت عايز تدي permission ليه لحد عشان يقدر يريد او رعيت عليه. بقول له. اللي هو اسمه معي دايرته. public يعني لاي حد. طب انا عايز اقوله براختك ياسيب. يبقى انت ممكن تخليه ال public وممكن تخليه من ال HR. طيب. كده خلص. كده دور الادمن انتهى عندي. مش محتاج حاجة من الادمن. شكرا يا استاذ ادمن. طيب. تعال بقى نكمل المثال. تكملي في المثال اهو بيقول لي كريد او ريبليس بروسيدر اسمو بي فايف زيرو اتنين وهنا عندي از عامل هنا الاريابل ده من نوع مش هو مش نمبر هو مش اي حاجة او ده اجباري علي ان هو لازم يكون الطيب ده يوتل فايل دوت فايل طيب لازم يكون الاريابل ده من نوع ده عشان اقدر اتعامل بي. طيب. هقول له الاريابل ده انا هقصي لي ايه اليوتل فايل دات اوبن. هجيب فونشن من اليوتل فايل طيب ده. طيب. وبديها ثلاثة ارجمت. اول ارجمت اسم الدياريكتري اللي هو اسمه ما يدير. واسم الفايل اللي هو هيتعامل معي. انا هنا اختصارة مسميه اوت underscore one dot text والاكشن اللي انا هعمله هعمل read ولا write فانا قلت له هنا w. w اللي هي ايه write. وهتكتب ايه? هكتب تلات حاجات. هكتب هنا. اه هقول له put. هبط الحاجة اللي موجودة هقول له في في الفايل ده. هبط في الفايل ده. اوريكل تنجي. وبعدينها هبط فيها برضك. بتاخد اتنى الاريجمت. ال v فايل اللي هي هتكتب جواه. تعم? اللي هو بيشاور طبعا على ال directory ده بالكامل. هيكتب جواه plsql. وبعد كده وبعدينها كلمة course. تعم? وبعد كده اه يعمل عملية close. تعال ننفذ البروستيجور المصيد ده ونشوف النتيجة البروستيجور طبعا تم بنجاح او combine دي يعني تعالى اقول له هنا execute execute البروستيجور اسم البروستيجور ايه هو ده اسم البروستيجور والبروستيجور طبعا هنا عندي ما بياخدش اي اردت نحدد الوقت ياهو لو دخلنا على السين فين السين اهي دخلنا على السين وفتحنا الميف فايل مفوش اي حاجة زي ما انتنا شايفين طيب تعالى كده نexecute ده بقى خلاص الكود اللي فوق ده ما ليوكش لازم عندي عادي من الفايل ده بالنسبة لي دلوقتي execute اهو هيقول لي خلاص حصل له execute بشكل ناجح لو بصتنا دلوقتي في الميفايل لقينا بالفعل الفايل ده بقى موجود وموجود فيه كلام اللي انا بقوله اللي هو تن جي بلس كيو ال وكورس زي ما احنا شايفين اوكي طبعا على نفس اللي ليه لان انا استخدمت هنا عندي اللي هو جزئي البوت مش بوت لاين تعالى المسال اللي انا خلاص وقفله عشان ايه يبتدي يشتغل كده بشكل سليم اه تمام حين بقى استخدم فكرة اللي هو بيأفلويت كده بيقول له والله هل هو مفتوح هل لا لو هو مش اوبن طلع الرسالة دي وبعد كده ابتدي يعمل ايه اكتب جواه الكلام ده ايه في الايه اللي هو الاسم الفاريبل هناك كان اسم الفاريبل معبر اكتر اكتب جواه اوريكا تين جي بي اللي اسي كيو ال وبعد كده سيب خمس سطور اللي هو هنا ايه اف نيو لاين فايف يعني سيب خمس سطور تعالى كده وبعد كده في الاخر ايه من عملية تعالى كده نعمل الكلام ده ايه هديكم مثالة عملي طبعا حالا نحن انا بنشوف الايه الى مثالة البسيطة اللي موجودة وبعد كده ناخد مثالة عملي بقى نستفد بيه حقيقي يعني اوكي حلنا البروسيدور ده ثلاثة تعالى نأكسكيوتو زي ما احنا شايفين زود الايه كل الكلمات اللي هو كان زودها اللي هو سطور معينة اللي هما الخمس سطور الخمسة لين وبعد كده حطي الايه التاريخ اللي هو عايز يعمله او الجملة اللي هو عايز يكتبه اللي هي دي مش عارف ايه سسديت ويوزر احطي هنا فعلا اليوزر نفسه استبدلت كلمة يوزر في اله وار والسسديت دي فونشن طبعا احطي مكانها اللي هي التاريخ الخاص باليوم طيب تعالى نشوف المثال اللي بعد كده المثال اللي بعد كده اللي هو ده مثال عجيم وهو تعالى نشوف المثال اللي بعد كده فيش حاجة له وهو انا هامل المثال صغير قوي المثال ده هدفه كله اللي انا هبتدي اريد و اريد على فايل يعني هبتدي اكتف فايل و اقرأ منه يعني اول حاجة هنا اه في فايل ده هبتدي اديتلو الده ديريكتر يديت اسمه الفايل اسمه آآ اوت اندرسكور اتنين يعني بقى في فايل جديد هاو هرائط الاول وبعد كده هبتدي استخدم اكشن تاني اللي هو ال ايه الريد هتريد منه حاجات وتبتدي تقرأ منه ايه على الاصر تعالى لك تاني اشتغل نخلي بس البروسيدور يبقى ثلاثة عشان ما نعطش نيه ملقين كمية البروسيدور كبيرة قوي او كتيرة قوي الفوضي طبعا نقلق الريبليس فمعناها ان هو ايه هيا يعمل الريبليس للقديمة اهو تمام تعال كده نكسكيوتو فنلاقي ايه هنا في الديا يريكتوري بتاعي او بوض جديد موجود في الكلام ده كله اهو وفي نفس الوقت ارا منه اللي موجودة في جواء اللي هي statement one, two, three. يبقى انا كده قدرت اتعامل مع عملية الريد وقدرت اتعمل مع عملية الايه? الريد. تعم? طيب تعال بقى انا اخد مثال عملي. يعني ده كل ده امثلة ما تعتبرش بالنسبة لنا عملي. تعال بقى انا اخد مثال ايه? مثال عملي. طبعا امثلة دي كلها زي ما انتم متعاودين معي هتدي حطها لكم في الديسكريبشن. نعم ده مش مثال عملي. تعال بقى ناخد مثال عملي. اوكي. ميشينك ان هو ارغم ستة. او هو ده. طيب انا هنا بقى عايز اخرج او اكتب نأتغ كرسر. تعال بقى اأخذ المسال كله. Twentyりussee. فأنا نقرأ المسائل كده حاجة في حاجة. أنا عندي هده بروسيدور والبروسيدور ده بياخد مني الارجمنت ده هو هيعتبر بالنسبة لي اسم الفايل. طعم؟ بعد كده في جواه طبعا ده الارجمنت ده بيجيب جملة سيلكتية ويعمل عملية order by البرتمنت ده كده بيعمل عملية ايه؟ بيجيب بتاعت الموظفين بالكامل. طبعا. وبعد كده بيبتدي يعمل عملية write على فايل موجود. طعم؟ اللي هو باسم بي فايل اللي هو اسم الفايل اللي انا هدهوله كارجمنت. طعم؟ وطبعا ده في عملية full loop. يعني ده كده هيبتدي يعمل عملية loop لحد ما يخلص آآ write لكل ناتج جملة السيلكتية دي. طعم؟ تعال كده ننفذ على المسال. وتعالى ده انا هقول له اسم الفايل اللي انت هتشتغ عليه او هتعمله وتريت عليه هلال دوت تكست. تعالى كده ندخل. ده الداريكتور هلال دوت تكست بقى موجود. هو بصه بقى عمل ايه؟ ده الدبارتمنت رقم عشر. وده الموظف اللي فيه والأردد والسالرات. الدبارتمنت رقم عشرين. ودول الموظفين والسالرات بتاعك. الدبارتمنت رقم تلاتين والموظفين. اربعين والموظفين. خمسين والموظفين وهتس. ده مثال حقيقي. طعم؟ طبعا هتمسيقوا المسال سطر سطر تبتلي ايه؟ تشتغلوا على اساس. اه حابب بس اقول لكم حاجة ان احنا يعني الفريمورك اللي احنا بنشتغ عليها سواء او سواء ايبكس. طعم؟ فيها كومبوننت يعني هي اللي بتساعد لها في في الشغل ده. الشغل الانبوت اوت بوت مش انت اللي بتبتلي تعمل كل حاجة فرم سكراتش بالكود على مستوى داتابيس. اكي؟ فيعني ده الخبر حلو ان التعامل بيكون اسهل من كده كتير جدا في عملية الديفولوبمنت باي فريمورك. سواء اي دي اف او سواء ايبكس. طيب انا احبب اللي انا وقف الفيديو لحد الجزء ده احنا كده اتكلمنا تقريبا على فكرة اليوتو الفايل باسطفاله. ان شاء الله الفيديو جاي نكمل. سواء ايكو خبير.